بالوقت اللي كانت طهران اتغازل واشنطن وبزشكيان يقول اننا والشعب الامريكي اشقاء بالوقت اللي كان قائد الحرس الثوري الايراني احسين سلامي يقول ان مفهوم الردع لا يرتبط بالاسلحة وانما بالقلب حدث ما لم يكن يتوقعه احد انفجارات في عموم لبنان تسقط تسعة شهداء واكثر من الفين وسبعمائة مصاب معظمهم من عناصر حزب الله بينهم السفير الايراني في بيروت شنو اللي صار وما هي التداعيات المحتملة المعلومات المؤكدة لغاية الان تفيد بان اجهزة اتصال من نوع بيجر انفجرت بشكل متزامن بيد عناصر حزب الله اللي يستخدمون هذه الاجهزة على نطاق واسع الانفجارات مقتصرت على لبنان بل وصلت الى سوريا وتسببت باصابة احد عشر عنصر من حزب الله اللي اعلن بدورا انه بدأ تحقيق امني لتحديد اسباب الانفجارات اللي يوصفها بالغامضة وسائل اعلام غربية كشفت ان اجهزة البيجر اللي انفجرت عن بعد كانت من شحنة جديدة اتلقاها حزب الله بالايام الاخيرة هنا يطرح سؤال جوهري هل تم تفخيخ الاجهزة قبل ارسالها لحزب الله وكيف سيتواصل عناصر حزب الله فيما بينهم بعد تفجير شبكة الاتصالات واختراقها بالمقابل هناك رواية ثانية حيث نقل اعلام غربي عن مسؤولين في حزب الله قولهم ان بعض العناصر شعروا بان الاجهزة تسخن ولذلك تخلصوا منها قبل ان تنفجر مرجحين بان سخونة بطاريات الاجهزة تعود الى تعرضها لبرامج خبيثة او زرع شريحة بالاجهزة قبل استيرادها واستخدامها وفعلت هذه الشريحة من خلال موجات الراديو المرسلة عبر طائرات مسيرة كون اجهزة البيجر هي اجهزة كلاسيكية غير متصلة بشبكة الانترنيت زين شنو ابرز ردود الفعل وشنو السيناريوهات المتوقعة خلال الساعات المقبلة الحكومة اللبنانية حملت اسرائيل المسؤولية الكاملة وحزب الله توعد بالرد حكومة الاحتلال تعقد اجتماعات طارئة فيما نقلت هيئة البث الاسرائيلية ان الجيش رفع حالة التأهف في منطقة حيفا بالجبهة الشمالية استعدادا لأي تصعيد اما الامم المتحدة فكالعادة اعربت عن قلقها البالغ ودعت لضبط النفس وسط مخاوف من ان اختراق اجهزة حزب الله ما هو الا تمهيد الاشتياح اسرائيلي واسع النطاق لجنوب لبنان حياكم الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام ورحب بضيوف حلقتنا لهذه الليلة كل من السيدة والدكتور عياد الطوفان الخبير الامني والعسكري حياكم الله مرحبا بك دكتور عياد ويضا دكتور احمد الشريفي الخبير الامني والاستراتيجي حياكم الله مرحبا بك دكتور احمد ومعنا السيد حيدر الموسوي رئيس مركز القرار السياسي اهلا وسهلا بك استاذ حيدر خلي ابدأ من دكتور عياد الطوفان لو اتحدثنا بداية شنه هذا الجهاز ما هو نوعه؟ ما تم تشغيله؟ عبر ما ارتباطه؟ وما انفجر أصلا؟ تفضل دكتور تحية طيبة لك سيد علي، تحية لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الكرام في البداية هذا خرق أمن استخباري كبير وخطير جدا ضرب مفصل من أهم مفاصل الجيوش كلها هو مفصل الاتصالات وهذا المفصل الذي تعنى به كل الحركات والعمليات التي يمكن أن يقوم بها الجيش الجهاز هذا تعود صناعته إلى عام 1949 من قبل عالم كندي تمت عليه تحسينات وتطويرات طيلة الخمسينيات والستينيات من العقد الماضي انتعش استخدامه كثيرا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أيضا لكن بعد صدور الموبايلات وشبكات الاتصال الخلوي أصبح هذا الجهاز الصغير الإلكتروني الذي لا يعتمد على الانترنت ولا بحاجته أصبح يستخدم فيه المستشفيات والخدمات الصحية وأيضا المولات وبعض المؤسسات والشركات الكبيرة هو نفس الموتوريلا دكتور عياد؟ تقريبا نفس الشيء الذي يعمل بدون انترنت نفس الجهاز تقريبا لا هو تقريبا له هو نفسه لأنه الصور التي ستظهر على الشاشة نفسه باختلاف الشركتين نعم نفسه باختلاف الشركتين هو صناعته أميركية صح؟ أي نعم والاكتشفه عالم كندي عام 1949 شون يتم الوثوق بجهاز صناعته أميركية دكتور؟ كل الموبايلات قالها جورج تينيف مدير المخابرات الأمريكية السابق قال كل جهاز خلوي في العالم لدينا بالقليل أربعة أجهزة تنصت ومراقبة عليه كل الأجهزة الموجودة في العالم مهما كانت دقيقة ومحصنة ومهما كانت درجة صناعتها من باقي الدول هذه حقيقة أمريكية وعندما نقول أمريكا نقول إسرائيل يعمل خلال موجات الراديو حتى نأكد هذه المعلومة نعم جهاز البيجار هذا كما ذكرنا قبل أشهر تم الإعاز لحزب الله لعدم استخدام هذه الموبايلات إطلاقا والعودة إلى ما نسميه الطابوقة كجهاز موبايل وهذه أيضا الأجهزة عملية التفجير أنا أحيلها إلى عدة حالات الحالة الأولى كما يشاع كثيرا بارتفاع درجة الحرارة لهذا الجهاز لأنه يعمل ببطارية الليثيوم الذي تستطيع الاحتفاظ بالشحن لمدة 30 ساعة خصوصا هذا الجهاز صغير وممكن الاستفادة منه لإرسال الرسائل أو الإشارات الإلكترونية أيضا الطريقة الثانية هي بدخول الكهرى مغناطيسية على الترددات ونقول كهرى مغناطيسية يعني كهرباء ممغنطة وأدى الانفجار البعض يقول قد تكون هناك شريحة مزروعة وأدت إلى التفجير لكن أنا أميل إلى الاحتمال الأخير وهو أن قبل 17 أو إلى 9 حزب الله قام بشراء شحنة جديدة من هذه الاتصالات وقد تكون هذه الشحنة ملغومة من خلال عميل يشتغل إلى إسرائيل يعني شو ملغومة دكتور عياد ملغومة يعني بها مواد متفجرة شديدة وهذا يفسر لنا بأن عملية التفجير جرت في توقيت واحد في لبنان وفي سوريا أيضا لكل من يحملون هذه الأجهزة خصوصا من يحملون هذه الأجهزة أنا أتوقع هم مهمين بدرجات متفاوتة الأولى والثانية والثالثة وقد تكون الرابعة هم راح نجو نحجي عنها لكن اللي أسأل هنا نعم التفجير تم أيضا عبر موجات حتى وإن كانت هذه الأجهزة ملغومة شون تم تفجيرها؟ التفجير تم بواسطة أنا أتوقع بواسطة القمر الصناعي أفق ثلاثة الذي أطلقته إسرائيل في شهر شباط فبراير من هذا العام هذا القمر طبعا للتنصة والمراقبة على بصمة الصوت وعلى الموبايل مهما اختلف وانتقل يعني شريحة من جهاز إلى جهاز تستطيع تعقبه وهذا القمر قمر مهم جدا أما طريقة الإصابة في هذا قد تكون شديدة تفجير هذا الجهاز قد تكون شديدة أو متوسطة وخفيفة وهذا يعتمد على مكانه ووجوده في المنطقة الملامسة للجسم إذا كان في الأمام أو في الوضع في الجيب الخلفي للبنطرون على المؤخرة أو أكثر الذين قتلوا كانوا في لحظة استعمال هذا الجهاز الإصابات جميعها تفاوتت بين الثلاثة التي ذكرناها متفاوت الإصابة صحيح دعنا نتقل لدكتور أحمد الشريفة رحبك من جديد دكتور أحمد وضيوفي لكارم مرة أخرى دعنا نرى هذا الفيديو قبل أن أبدأ الحوار مع حضرتك هذه الفيديوات أعتقد أنها انتشرت ولكل شافها دكتور أحمد ويبقى السؤال شون اخترقت إسرائيل هذه الأجهزة تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم كان هناك نوع من دراسة الميدان بالنسبة لحزب الله وأدركوا واحدة من الحقائق أن الموبايل بالإمكان اختراقه على اعتبار يعمل مع الجي بي اس والأقمار الصناعية ومنظومة الإنترنت وهذه بالحقيقة تجعل مسألة اختراق الموبايل ممكنة جداً فكان رد الفعل أن يصار الاعتماد على المحطات الراديوية عبر البيجر لكن الخطأ استراتيجي اللي وقعوا بي أن الأجهزة وافدة وما من صفقة تجري إلا وتعتمدها شركات وهذه الشركات بالإمكان اختراقها لأن هذه الشركات أولاً متعددة الجنسيات عابرة للحدود وإمكانية اختراقها واردة جداً وما يؤسف إليه أنه دائماً إحنا في ردود الأفعال لا ننتفع من الدروس المستنبطة كيف ضربة مفاعل تموز؟ مفاعل تموز ضربة بذات الكيفية يعني في حالة البناء والإعداد للمفاعل اللي هو نعم كانت شركة فرنسية ولكن وضع فيه جهاز يطلق عليه بجهاز المجيب الراداري وهذا يفسر عملية الدخول لطائرات الأف سكستين طائرات الضربة الإسرائيلية في حينها بخط مستقيم ضربة المفاعل وضربة قلب المفاعل ثم غادرت أيضاً بخط مستقيم ما لم يكن هناك مجيباً لاسلكياً معد مسبقاً ليتجاوب مع أجهزة النابيغيشن الموجودة بالأف سكستين ما كانت لتحصل الضربة بهذه الدقة لسيماً أنه كانت مسألة التمويه ومسألة التحصينات الأرضية الكبيرة الجهة المصدرة لهذه الأجهزة ربما تكون مخترقة مئة بالمئة لأنه هو أساساً مسرح عمليات تحضر فيه أبعاد متشابكة ومسألة الحرب الإلكترونية واحدة من الأدوات التي تستخدم في الاشتباك وإحنا لاحظنا مسألة التشويش وما لا ذلك بالمناسبة إحنا عدنا مبدأ الأي سي أم اللي هي منظومات المضادة للتشويش هذه المنظومات وصلت إسرائيل إلى حد أنه 16 مرة إذا تشوش هي عدها قدرة الردع بالحرب الإلكترونية طيب فتتفوق في بعض الأحيان في ميدان الحرب الإلكترونية على التقالية الأمريكية إسرائيل فمسألة اقتفاء الأثر واضح جداً ومسألة أنه خرق الصفقة ممكن لا سيما أنها تجرع عبر وسطاء والوسطاء متعددين والوسطاء ربما لا يرتبطون لا عقائدياً ولا إدولوجياً بحزب الله سوى البعد الاقتصادي وقط عن هذه قضية الفساد وسوء الإدارة في الملف وصل إلى الملف الأمني ثم ما هو الضامن أن يجري تعبئة بشحنات متفجرة ذات حجم محدود لسبي تتفاعل مع ارتفاع درجات الحرارة والكل الآن يتحدث عن أنه شعر بارتفاع درجة الحرارة للجهاز ثم بعد ذلك حصل التفجير فمسألة واردة جداً أما مسألة الاختراق فأنا أستبعد فرضية أن يكون التأثير على المحطات الأرضية الرادية عبر القمر الصناعي لأنه لا يمكن تخادم الكترون الذي حصل هو الدرونات تعتقد عملية الاختراق هذه قديمة له حديثة حدثة اليوم مثلاً تم الاختراق له هي ربما قديمة لأنه بالفترة اللي راحها شفنا عمليات استهداف لشخصيات رفيعة في حزب الله أحسنت هذا السؤال طبعاً جداً مهم يضعنا في المسار الصحيح هناك عملية تعبوية نحن نطلق عليها بالقوة الجوية بعملية التجريد عملية التجريد نقوم بها بدافع تليين الهدف تمهيداً لاجتياحة فأما يكون عملية التليين للهدف عبر الضربات البدفعية الصاروخية يعني أرض أرض أو أن تكون عبر الضربات الجوية وتستهدف ثلاث مفاصل نعم التجمعات البشرية مخازن الأعتداء منظومة القيادة والسيطرة تعرض حزب الله إلى هذه المعادلة وبحدود الآن هو أعطى يعني في منظومة القيادة والسيطرة ما فاق العدد الأربعمية وعشرة إلى أربعمية وستعش استهداف لقيادات ميدانية ذات بعد تعبوي والبعض منها سياسي لكن المفارقة الغريبة في التوقيت أنه حصل التوقيت في هذه الضربات مع الإعلام ضمنه عن انحسار العمليات في غزة والتوجه باتجاه الجبهة الشمالية هذا مربط الفرس والأيام القادمة اشتياح إسرائيل هذه مشكلة من جهة تهدئة من جهة تصعيد مثلا رسالة اللي بعثها اليوم بزاشكيان للإدارة ولطهران لواشنطن انسحاب حاملة الطائرات بالمقابل هذا التصعيد اللي يجب مفاجئة بشكل أوبيع حتى حزب الله أعلن عن انتهاء الرد في مخص اغتيال فؤاد شكر القيادي نعم بالحقيقة تهدئة من جانب واحد إسرائيل لا زالت ترى أنها يجب أن تحقق ما يطلق عليه بالعمق الاستراتيجي حققته في غزة ووصلت إلى محور فيلاديفيا وأحكمت القبض عليه وأصبحت في تماث مع الجيش المصري ما يعني ضمن الإطاحة باتفاقية كامديفيد نهائيا ثانيا فيما يتعلق بشمال الليطاني أنه يجب أن ينسحب حزب الله إلى شمال الليطاني تعسرت هذه القضية طبعا تمهيدا لإتمام عملية ترسيم الحدود تم ترسيم الحدود بحريا على اعتبار هي مرتبطة بمنظمة غاز شرق المتوسط والإطلال البحرية للغاز الآن يرغبون في إيجاب ما يطلق عليه بالعمق استراتيجي أكثر اللي حدث اليوم هو تمهيدا لاجتياح جنوب لبنان اجتياح إسرائيلي نعم في الساعات والأيام القادمة سنترقب اجتياح إسرائيلي مدى الاجتياح سيكون بين 10 إلى 15 كيلو بحسب التوقعات والذي حصل أنه حصل إرباك كما تفضل ضيفك في قضية منظومة الاتصالات وهذه طبعا تربك بشكل كبير جدا التواصل الميداني مع القيادة الميدانية مع حتى الفعاليات التعبوية وأيضا حصل إرباك في الطواقم الطبية حصل خلل في المعنويات وارتباك كبير جدا في الميدان وخلل في الموارد البشرية هذه كلها ستجعل الهدف واحدا ولينا لأي عملية اجتياح في ظل عطب على مستوى الاتصالات وإرباك في الميدان لمنظومة القيادة والسيطرة وفي تقديري أن العملية ستتم بوقت مبكر لأنه سيستثمر عنصر المباغلته يعني الآن مع حصول الإرباك تكون الفعالية عسكريا كقراءة عسكرية تكون الفعالية أكثر تأثير مما أن يترك فترة لتعاد الصفوف وتعاد الجبهة فتصبح جبهة صليبة مجددا فسيستثمر في هذه الفترة عملية الاشتياح تأكيدا على كلامه قبل قليل وردنا عاجل إعلام عبري تحدث عن احتمالات بإعلان إسرائيل قريبا جبهة الشمال جبهة الحرب الرئيسية وخلي أنتقل لأستاذ حيدر حتى أتحدث معه فيما يخص هذا الموضوع يبدو أنه طبول الحرب بدأت تقرأ فعليا في المنطقة وستبدأ من جنوب لبنان في الجبهة الشمالية تحديدا أستاذ حيدر تفضل شكرا جزيلا تحدي لك وأضيوفك الكرام من الواضح أن حكومة نتنياهو هي مرتبط وضعها وبقاها بقضية إدامة زخم الحرب في المنطقة وبالتالي الهدوء والاستقرار وإيقاف إطلاق النار هذا لن يخدم نتنياهو وحكومتي على المستوى الداخلي وعلى مستوى المعارضة الكبيرة وحجم التظاهرات الذي رأيناه سابقا في أكثر من مرة واتهامها بأنها حكومة الفساد وهذه الورقة ورقة الاستمرار في عملية استهداف الأبرياء والمدنيين كما حدث اليوم بحدود ثلاثة آلاف من الجرحى أغلبهم من المدنيين والأبرياء العزة وحتى الشهداء بينهم من الأطفال طفلة صغيرة هذا يؤكد فرضية أن نتنياهو ذاهب إلى المزيد من الاستمرار بقضية الحرب والتمدد وهنا وهناك ولكن بتصوري بالنهاية هذه الأمور لن تقف إلى هذا الحد لاعتبارات معينة كما تعلم أن هناك أيضا مقابل هذه الأمر هناك سوف تكون ردود أفعال أعناف وأخوان من خلال المعطيات الموجودة محور المقاومة بصورة عامة تحول بشكل أو بآخر من مرحلة الهجوم إلى الدفاع نبدأ من اغتيال هنية في قلب طهران أيضا القيادي فؤاد شكر عندنا مثلا اليوم اللي صار اللي هو حدث غير متوقع بشكل أو خرق كلش كبير وضربه كلش كبيرا للمحور بصورة عامة لا مو بهذه الطريقة تقرأ القضية عمليا الرد ليس بالضرورة أن يكون كما يصور البعض أنه رد عسكري قد يكون هناك مكتسابات كثيرة قد اكتسبتها رؤية المحور والجمهورية الإسلامية الإيراني في هذه الجزئية عن طريق الوسطاء والمفاوضين مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارية التي ترعى وتدعم إسرائيل في حربها المستمرة في غزة وقضية الرد قد يكون الرد ليس اليوم أو ربما بعد فترة معينة سوف يتم يعني عملية الرد سوف يكون على مسألة أولا إن كانت المفاوضات تذهب باتجاه وقف اطلاق النار من الطبيعي جدا أن هذا هنا سوف يوفر إمكانية عملية الرد على إسرائيل باعتبار أن هذا الشرط قد تحقق وهذا ما لا تقبله إسرائيل بالمناسبة يعني كل الدول الضاقضة والمحور الغربي والولايات المتحدة الأمريكية هي مع إيقاف الحرب ومع إيقاف هذا الموضوع وبالتالي مسألة المحور لا يمكن أن يسكت بقدر ما أن المفاوضات قد أخذت مسارا معينا اشتراط إيقاف الحرب هو يعتبر انتصار ونجاح ويعتبر من مثابة الرد الإيراني على إسرائيل وليس بضرورة أن يكون هناك رد عسكري وتابعنا الرد السابق يعني الرد الإيراني كان رد كبير جدا في بداياته وأوصل رسائل كثيرة إلى تل أبيب وإلى الدول الدائمة لإسرائيل بأن هذا الرد لا شيء إنما مجرد يعني هو رد بسيط وطفيف لكن سوف يكون مرد أصبح في خبر كان بعد الفيال هنية صاد حيدر المرشي تخرج وتوعد بأثار أن إسرائيل بس اسمح لي ها سنت حضرتك شفت اللقاء الصحفي اليوم أول لقاء صحفي يجري الرئيس الإيراني بزشكيان أول لقاء شفت الكلام الذي ذكره بأنه نحن اللهجة تغيرت تماما نحن والأمريكان إخوة ماكو أكثر منه صراحة بعد نعم صحيح دقيق جدا دقيق جدا أن لدينا هناك تظاهرات مستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي أكبر من التظاهرات الموجودة في المنطقة ودول المنطقة كلها تنادي بإيقاف الحرب وتتحدث عن الجرام المرتكبة بحق المدنيين وبرياء هو يقصد هنا الشعوب ولا يتحدث عن الأنظم وقائد حرس الثولة الإيراني ذكر بالنص بأنه قائد الحرس الثوري أيضا اليوم ذكر بالنص بأنه ليس من الضرورة أن يكون الرد عسكري ولكن الرد بالقلب يعني وانش قلت بالبداية قلت ليس بالضرورة أن يكون الرد عسكري ما هي الرسال لا تفهم بها كذا يعني أولا المفاوض الإيراني وحائك السجاد الذي يتمتع بالصبر الاستراتيجي هي ليست دولة طريقة دولة مؤسسات تفكر بطريقة براغماتية في التعاطي مع الأمور هي لا تتعامل بانفعالية وبرد والدليل أنه يكفي يكفي فكرة الرد أو الوعد بالرد جعل من إسرائيل تمر خلال هذه الفترة كلها عن طريق قضية حظر التجوال هذا يؤشر على الخوف والهلع الذي أصاب المواطنين هناك في تل لبيب والاحتياطات والاحترازات الكبيرة التي اتخذتها حكومة نتينيوه هذا ما يكفي فضلا عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة لا هذا الشوف لا بالعكس أنا أعتقد لا لا ما هو الرد مقابل هذا مقابل السكوت عن السكوت عن الرد العسكري نتحدث عن قضية نعم نتحدث عن قضية مفاوضات من شأنها أن تسهم بتحقيق أهداف استراتيجية لصالح الفلسطينيين ولصالح قطاع غزة وهذا هو المهم ما حدث اليوم المهم أنه إيران أستثمر كل حدث سواء على أراضية وخارج أراضية خص المحور أو ما يخص تستثمر كل هدف لمصلحتها هذا المهم لا شوفوا ما هو أنت مرة من تقول إيران تستثمر تستثمر بشنو إيران لو أرادت أن تستثمر خوش عن تركة القضية الفلسطينية من 45 سنة وعلى شنو متعب وراحة باتجاه المزيد من العقوبات والحصار والظروف لا لو كانت إيران بهذه لا لا ما علاقتها بالقضية الفلسطينية هناك برنامج نووي صار عليها لا لو كانت بس اسمح لي بس اسمح لي لا لا شعاره بالضد من أمريكا وإسرائيل ونصرة القضية الفلسطينية وتعتبرها شعارات فقط أنا لا أردر لهم مساحة وعدنا موضوع كل شي موضوع بس اسمح لي لا لا لازم ندخل ويأكد سؤال فرانيسات لأنه عملية تسمح لي أرجوك محتم نفتعد لأنه عندنا ملف كل شي مهم أسألك هنا هسألوا في جارات التي صارت فيما يخص هذا الجهاز في لبنان وبسوريا بالعراق موجود الفصائل العراقية تستخدم هذه الأجهزة؟ شوف ممكن 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 هذه الأجهزة ممكن الأجهزة القديمة مثل ما تحدث الأستاذ عياد طوفان يعني والأستاذ أحمد وضحوا فكرة أن الكثير من الفصائل والمحور المقاومة وعدد من القيادات حقيقة هي لا تستخدم يعني قضية الأجهزة الذكية الحديثة باعتبار أنها فيها يعني أنظمة التتبع وجي بي أس وبالتالي تخشى من عملية اختيالها لذلك هي تركت هذه الأجهزة الحديثة المتطورة وذات التقنيات المتقدمة وبالتالي ذهبت باتجاه العودة إلى استخدام على الأقل حتى أجهزة قديمة مثل جهاز نوكيا ذات الذكرة اللي ما بي يعني كل شيء يعني أنا أشوف عدد من هذه الشخصيات خشية من عملية التعرض لمحاولة اختيالات يعني هذه هي الفرضية التي تعتقد بهذه الأطراف بالتالي هذا الجهاز النداء اللاسلكي هو موجود موجود حتى في دول يعني معينة يعني ممكن أنه تشوفه حتى في دول منطقة والعربية يستخدم في داخل المستشفيات عدد من المؤسسات الآخر يعني هو جهاز يتلقى شعارات نصية ورسالات قصيرة وتنبيهات فبالتالي هذه بتصوري أنه العمل يعني الفرضية الأولى التي تتحدث عن قضية ربما مرتبط بشبكة أبراج يعني أكو احتمالات ضعيفة لكن من الواقع ومن الدقيق ومن الصحيح أن هذه الأجهزة أو هذه الدفعة التي وصلت تم تفخيخها وإيصالها إلى هذا المكان وبالتالي تم تفجيرها وأن لم تعلن إسرائيل يعني تبني يعني موقف رسمي إلى هذه اللحظة أنها هي التي تقف خلف هذا خلي أنتقل أستاذ حيدر الدكتور عياد وأسألك هنا من المستهدف من هذه التفجيرات يعني هذه الأجهزة تم توزيعها على من وبالضبط يعني وشفنا من ضمن المصابين سفير الإيراني يعني الأجهزة بالتحديد توزعت على قيادات حزب الله أو على عناصر بسيطة مواطنين بسطة من المستهدف من هذا التفجير المستهدف هو قيادات من الخط الأول والثاني والثالث هذه القيادات التي يجب أن تكون جاهزة واستدعاها بسرعة بدون تأثير الشبكة أو التأخير بذلك يعني قد يكونون من جماعة التموين أو من التسليح أو من جماعة الصواريخ أو من القيادات المركزية القدرة يعني اللي أفهم أنه الغاية من هذا التفجير هو كشف عناصر حزب الله مثلاً نعم هذا من جانب هذا من جانب وهذه توجيه ضربة وهذه أيضاً بنفس الوقت هي ضربة معنوية خارقة كما قلت لمفصل مهم من مفاصل كل جيش اللي هي الاتصالات حتى ظهرت عندنا في 2003 عندما تم تفجير الاتصالات الاتصال ما بين القيادات الميدانية والقيادة العسكرية فقدت القيادة والسيطرة أي توجيهات أو معلومات لدرجة حتى أن بعض القيادات كانت في أماكن ولا تعلم حتى في عملية احتلال بغداد ولهذا إسرائيل لو كانت لديها النوايا على الاشتياح ليس لمسافة 10 و15 لأنهم أصلاً حزب الله عرضوا بعودتهم إلى مسافة 8 كيلو وليس مسافة 45 كيلو شمال الليطاني ولكنهم رفضوا وحتى قالوا أن هذه المسافة التي سنتركها سيشغلها الجيش اللبناني قالوا أبداً لا نقبل الله الـ 45 كيلو متر خلف الليطاني ولهذا العمليات التي جرد يعني إسرائيل لو كانت لديها كما ذكرت يجب أن تشن هجومها خلال الساعات القادمة وخلال 24 ساعة أولاً لأن حزب الله أكيد فقط السيطرة ما بين تأمين الإتصالات بين القيادة المركزية وبين قوات الميدانية اثنين ما زالوا تحت التأثير الصدمة ثلاثة أنا أتوقع هناك تشويق كبير سيكون أو حتى يصل لمستوى التبجير أنا كما ذكرت القمر الصناعي الإسرائيلي وفق ثلاثة الذي أطلقته في فبراير شباط من هذا العام كان له أهمية كبيرة جداً في كل العمليات التي تنفذت رغم أن عمليات الاغتيال دائماً تحتاج إلى عميل إلى الأرض ممكن أن يحدد الهدف في المكان ذاته طب حسب مصادر لبنانية فإن وزن العبوة لم يتجاوز 20 غرام الانفجار الذي حدث مقارنة بهذا الكلام هو مو الهدف أن يقع الأضرار لا أبداً هو ليس بضرورة القتل وكما ذكرت عملية القتل تتب حسب وجود هذا الجهاز في المنطقة الموجودة قد يكون بخلف البنطرون أو بالأمام وتكون خطرة جداً عندما يكون المستخدم له في حالة قريبة على وجهه قراءة أو إرسال ولهذا تمت هذه العمليات قتل هؤلاء التسعة المادة المتفجرة 20 غرام أنا أقول هذه وضعت من ضمن الشحنة الجديدة التي تم استلامها وهذا ليس غريب على إسرائيل وسأضرب لجنابك مثل سريع بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 في رام الله عندما تم بناء مقر الحكومة الفلسطينية أحد تجار الموباليات في فرنسا تبرع بتجهيز كل المقرات والمكاتب للرئيس ياسر عرفات وكل المكاتب الأخرى هدية منه إلى القيادة الفلسطينية هذا التاجر كان له أو هو عميل إلى إسرائيل تمت عملية الزراعة في كل هذه الموباليات ياسر عرفات بعد أي عملية تفجير يظهر كان شارون يكيل الشتائم لياسر عرفات بشكل كبير جدا بعد عشرة وربع ساعة عندما تواصلت القيادة مع القيادة العراقية سأله الرئيس العراقي حينها لياسر عرفات هل كنت تحتفل عندما تتم عملية استشادية قال نعم كنا نهوس ونفرح ونكبر إلى آخره فتم رسال اثنان من المخابرات العراقية حدهم عراقي والآخر فلسطيني وعبروا وتم كشف هذه الأجهزة وتكسيرها وثبت باليقين هذا عميل إسرائيل لا تألو جهدا بأي خرق على المستوى الاستخباري وتنتهج العملية الاتصالات والمواصلات هي الخطوة الأولى وهي تعلم جيدا تدمير أي ما يمكن استعماله سلكيا أو لا سلكيا لحزب الله معناه قطع الصلة كما ذكرنا بين القيادات الميدانية ومقر ويعتمد اعتماد كامل على هذه الأجهزة لبيجر بعد هذه التفجيرات ما سيتم التواصل ما بين القيادات ما بين الأفراد ما يخص حزب الله سيكون التواصل صعب جدا سيعتمدون أن أتوقع على المراسلين بالدراجات أو غيرها كضباط ارتباط ما بين القيادات أو يعتمدون وهذا ما سيبطئهم ويأثر على عملياتهم يأخر لكنه يكون من القضاء عليهم طيب خلنا نتقل للدكتور أحمد الشريف أسألك هنا الاختراق الأجهزة هو ما يشمل فقط تفجيرها خلينا نتحدث عن جزئية الاختراق الرسائل المشفرة بهذه الأجهزة كشفها من قبل إسرائيل شنو تداعياته صاد أحمد الشريف إذا تسمعني لأسف فقد نتصال بالستاذ أحمد نرجع دكتور أرجع لك بهذه النقطة اختراق الجهاز لا يعني أو يعني بشكل أو بآخر واختراق للرسائل المشفرة داخل هذه الأجهزة هذا وارد جدا تداعيات ونعكاز ذلك شون تداعيات خطيرة جدا ممكن يتم تمرير ما يريده الإسرائيليين من خلال كشف هذه الشفارات نعم حتى يتم التنفيذ بشكل عكسي ممكن يلغي أي واجب ممكن للمستقبل إسرائيل تخوفها ليس من هجوب بر حزب الله وإنما من قوة الصاروخية التي أعلن عنها سيد حسن نصر الله عدة مرات بأنه لديهم أكثر من مئة ألف صاروخ عملية هذه الصواريخ حتى وإن طارت في الجو هي تعتمد على الاتصالات اللاسلكية أو على نظام الجي بي أس ولهذا هي محتاطة كثيرا لهذا ناهيك عن القبة الحديدية التي تغطي بها إسرائيل كشف هذه أو قطع الاتصالات وكشف هذه الشفرات هو معنى إنهاء العملية برمتها والقضاء عليها وهي جاثمة أينما تكون وعليه صعوبة أيضا تؤمن لإسرائيل صعوبة التواصل وهذا ضروري جدا ما بين القيادات الميدانية مع بعضها أو مع القيادة المركزية وخلال هذه الفترة وإن تجاوزت بعض الدقائق تؤمن لإسرائيل استراقها ومن ثم توجيه ضربات قاسية عليها من الناحية العملية هذا انذار شديد جدا إلى حزب الله وهذا يجب أن ينتج لحزب الله البحث عن بدائل كثيرة جديدة يستطيع من خلالها التواصل بيدانيا مع قواته وخصوصا القوة الصاروخية لتحديد الأماكن التي تضرب عدد الصواريخ التوقيت الذي ممكن أن تضرب به إلى آخره هذه جميعا سيفقدونها التحركات المعلومات الخاصة أصبحت معظمها مكشوفة لدى الجانب الإسرائيلي خلي أنتقل أستاذ حيدر وأسألك هنا الاستهدف فنية في قلب طهران وليفجر الأجهزة بهذا الشكل اليوم يعني ليس بعيد أنه يكون خلف اغتيال إبراهيم رئيس على أقل تقدير أستاذ حيدر هل هل قصة أخرى لسبب بسيط أن البيان نعتمد نحن المصدر الرئيسي والبيان الحكومي في وقت من قبل طهران نفت أن الحادثة كانت بسبب متسبب بقدر ما أنها قضاء وقدر وبالتالي لا يمكن الجزم بما جرى أو نذهب باتجاه فرضية أنه فعلا تم استهداف الرئيس رئيسي مع طاقمه والمتواجدين معه في وقتها أنا فقط عندي تعقيم بسيط على ما دار في هذه الحلقة مسألة يعطاء هذه الهالة الكبيرة والمبالغة لإلكان الغاصب الصهيوني العدو أنا أعتقد فيها مبالغة جدا يعني أوفر مثل ما يقول فوق ما هو أوفر صاح حيدر ساحيدر لماذا تخليني بموقف أنا لا أريد أن أذهب لها المساحة نتحدث عن 2750 مصاب وتقريبا 10 شهداء مؤظم من القيادات وإعلان حالة طوارئ أمنية وصحية احنا انفجارات أقول لك نحن تصير عندنا انفجارات راح بها ألف واحد يعني شهداء خموخهم ومفخخة أو حزاب نازم أولا احنا مرة نتحدث عن نقول أنه أكو دفعة معينة أكو دفعة معينة مثل يعني الطرحة في بداية الآن سواء أستاذ أياد أو أستاذ عياد عفوا أو دكتور أحمد شريفي أنه أكو دفعة معينة وصلت وهذه الدفعة هي مفخخة تمام إذا كانت هذه الدفعة فهذه الدفعة خلصت هس فبالتالي شون من الممكن أنه راح تتمكن مرة أخرى إسرائيل تأهد نفس السيناريو اختراق الرسائل المشفرة سعر لا لا هي مو أجهزة ذكية هي مو أجهزة ذكية بس اسمح لي هي مو أجهزة ذكية نحن دعنا أحدث عن أجهزة قديمة أجهزة لاسلكية ونداء بس خلنا خدمة كس أوكي المشفرة التي تتفضلت فيها أنا معرف أنا رجل متقني فما أقدر أفتي بهذا الموضوع لكن بالنهاية المعلومات التي وصلتني تقول أنه كان أكو تعاون بين الشركة المصنعة والعدو إسرائيلي في هذه القضية الدفعة وبالتالي حزب الله لديه أيضا تقنيات أخرى ولديه أجهزة أخرى يتم التواصل أن هذه الدفعة تم استهدافها وصار اللي صار خلاص بعد انقطع التواصل ما بين قيادات حزب الله يعني هذا الكلام مو دقيق عذرا مع تقديري لرأي الأستاذ عياد طوفان في هذه الجزئية وبالتالي مسألة أننا نذهب باتجاه يعني أننا نعطي تصورات معينة أنه سوف يكون هناك اجتياح كبير الإسرائيل وضرب حزب الله وإنهاء الوضع والآخر هذا أيضا مو دقيق ولن يحدثه وممكن نجي بعد حلقة بعد 72 ساعة ونجي بعد 24 ساعة نعتقد أن هذا الأمر إلى الآن هي لم تتبنى إسرائيل ولن تتبنى هذا الموضوع لأنها تخشى من ردة الفعل هي بطبيعة الحال تخشى من عملية أيضا فتح جبهة كبيرة والتالي يتم أيضا عملية يعني استهداف تلبيب بمجموعة من الصواريخ ومجموعة رئيس الوزراء نشر تغريدة بنى هذا الهجوم موسعي ده أدخل على استاذ حيدار بهذه والحكومة اللبنانية حملت إسرائيل المسؤولية حزب الله حمل إسرائيل المسؤولية طبعا طبعا التحميل هذا طبيعي جدا أنا أقصد هو العدو الكيان الغاصب السهيوني لم يتبنى حتى هذه اللحظة الموضوع فعملية أن يعني حضرتك أنه الأمر طبيعي استاذ حيدار أنا كل شخص أعتقد أنه هذه جزء من سلسلة العمليات والمسلسل المستمر في قضية ضمن قواعد الاشتباك نعم قد تكون عملية نوعية بطريقة وهو هي حرب التقنيات بالنهاية نحن نتحدث عن حرب التقنيات هذا هو المقصود وليس حرب منه آخر أنا لا أنكر تقدم هذه الدول في مجال التقنيات بطبيعة الحال أكيد هذا الكلام دفعة من أجهزة التصال تم تفجيرها وتهى الموضوع يعني بعد ما تشكل خطط لا طبعا إذا كان بالتأكيد سوف يأخذ بحساباته الطرف المستهدف من هذه العملية حزب الله وقياداته وحتى ما حدث بالنسبة لأغلبية هم ناس الضحايا من المدنيين بالنهاية بطبيعة الحال أكيد سوف يذهبون بالتجاه أخذ احتياطات واحترازات ولليهم أيضا أجهزة من شركات أخرى يتم التواصل فيما بينهم وليس قضية أننا خلص انتهى بعد ما يكون أي اتصال بين الموجودين دكتور أحمد رجعنا بعد أن فقدنا الاتصال دكتور أحمد استمعت إلى كلام الساد حيدر هي دفعة جت كانت بشكل أو بآخر ملغمة فيها يعني عبوات تصل حسب مصادر لبنانية 20 غرام تقريبا أو أقل تم تفجيرها وزال الخطر مع هذا التفجير تتفق مع هذا الكلام بالحقيقة إذا كانت البدائل موجودة في الميدان بالاعتماد على إجراءات وقائية قد تكون معدة مسبقة لكن أنا في تقديري أن عنصر المباغة تتحقق وبحد ذات عنصر المباغة يربك الميدان لكنه في قضايا الرد واردة جدا أن تتمكن بأسلوب تقليدي عبر يعني عبر اعتماد البريد البشري أن توصل إلى توجه ضربات علما أن نحن الفارق عندنا بين الصواريخ البلسطية والصواريخ الذكية أن الصواريخ البلسطية لا يمكن التشويش عليها لأنه لا تعتمد على نظام الجي بي اس ولا الاي اي اي اس ولا التريكور التي تعتمد صواريخ التوموهوك لأنها تعتمد على الجاذبية الأرضية تطلق بالمجال وبالدفع المحرك ينتهي المحرك بقوس أسقاط وما بعدها تسقط بتأثير الجاذبية يعني إمكانية التشويش عليها غير متاحة فلا جدوى من الحرب الإلكترونية في مواجهة الصواريخ البلسطية الصواريخ البلسطية تواجه فقط بالنسبة للصواريخ البلسطية الذكية اللي بيها الاي ام اس أو الجي بي اس أو التريكور أجهزة فيما يخص التواصل أنا أنا أعتقد سيتخلى عن المحطات الأرضية لأن هذه المحطات الأرضية الراديوية من الواضح جدا أنه تم استمكانها والتعامل معها عبر الدرون الدرون عنده إمكانية لأن الدرون أما يوجه بجي بي اس أو يوجه راديويا فإذا وجه راديويا للونج رينج مسافات قصيرة طبعا ليش يعتمدون الجي بي اس إذا تحرك بميديات بعيدة فيحتاجون الأقمار الصناعية لكن إذا كان ضمن مجال حيوي قصير فيعتمدون على الراديوي يعني الموجات الراديوي ما هو الرسائل المشفرة الموجودة قبل أن نفقد حضرتك نتحدث يا دكتور عياد أنه اختراق هذا الجهاز يعني اختراق الرسائل المشفرة اللي بي شنو هي رسائل المشفرة اللي موجودة واللي أيضا سأل السيد حيدر عليها يعني وبالتالي جهاز غير تقني جهاز بسيط كلش بل حتى الرسائل تأتي بشكل أما مشفر أو بشكل قصير جدا لأنها لا تحتمل رسائل طويلة أزيان ولذلك هي تعتبر فقط لأوامر آنية ميدانية المفارقة أنه ضرب المحطات يعني إسكات الجهاز لأنه هي محطات أرضية لكن أنا في تقدير أنه معادلة التفت للمتغيرات لتراتبية الأحداث عملية الإنزال التي حصلت في منطقة المصياف نعم ما كانت عابرة هي جزء من هذه العملية لأنها استهدفت منشئة لتطوير الصواريخ البالاستية إلى صواريخ ذكية أي وتم الحصول على وثائق وأجهزة مزيان ثم حادثة ضرب تل أبيب بصاروخ من اليمن الكل يجمع على أن الصاروخ هو هايبرسونيك وليس صاروخ بالاستي اللي خلانا نروح باتجاه أن نقيم أن الصاروخ هو هايبرسونيك وأعني بالهايبرسونيك هو الفرد صوتي والفرد صوتي هو الذي يفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف طيب سرعة الصوت الماخ الواحد 1224 كيلومتر بالساعة فما بالك إذا كان خمسة ماخ يعني بحدود أكثر من 7000 كيلومتر بالساعة هذا مشكلته وين مشكلته أنه عصي على المشاغلة من منظومات الدفاع الجوي ودليلنا أنه أعلنت حتى إسرائيل أنها شاغلته بأكثر من 20 صاروخ ولم تتمكن من إسقاطه معنى ذلك أنه هو فعلا هايبرسونيك ثانيا خطورته وين تكمن فيزيائيا هذا الصاروخ يهدد الفرقاطة الأمريكية وأنا فيه تقديري واحدة من الإجراءات الوقائية هي سحب الفرقاطة الأمريكية وحتى الإيرانيين سحبوا الفرقاطة لأنه إذا عولج هذا الصاروخ إذا استهدف الفرقاطة ستعجز أجلحة الحماية للفرقاطات من إسكاطه لأنه أي بطاريات ما تقدر له بسبب سرعة الفائقة جدا اللي البعض منه يوصل إلى عشر تالاف كيلومتر بالساعة ذن دكتور هذا بالمجمل حتى لو لم يكن يحمل حتى لو لم يكن يحمل رأيس تدمير فاستدامة بالفرقاطة قد يؤدي إلى النفاذ في داخلها يعني إحداث فجوة واحتمال غرقها فلذلك هذه قلبة المعادلة وجعلت الأحداث تتسارع بشكل كبير جدا حادثة المصياف نزال المصياف وصاروخ الفرط الصوتي باليمن إذا تسمح دكتور أحمد ما حصل اليوم أنا هذا اللي يهمني رح يأثر على عمليات حزب الله في إطلاقها للمسيرات والصواريخ مثلا لأنه شبك اتصالات موحدة على المسيرات ممكن نعم على المسيرات ممكن لأن المسيرات لابد أن تستخدم الجي بي اس لأنها ستقطع مسافات طويلة أو إنها ستعتمد على التوجيه الذاتي مبدأ القصور الذاتي على الصواريخ البالاستية لأن معظم الصواريخ اللي موجودة في لبنان هي صواريخ البالاستية بالمناسبة مصطلح البالاستي هو الصاروخ الذي يعتمد على الجاذبية الأرضية يطلق بدفع صاروخي ثم يصل إلى قمة التسلق بعدها يبدأ ينحدر من يبدأ الحذر وزنه وكتلته والجاذبية الأرضية تضطي تسارع كبير جداً للوصول إلى الهدف ولذلك هو صعب المواجهة أو صعب طيب دكتور وين رايحين بالضبط بتلاقي ثانية حتى أنتقل أستاذ عياد وين رايحين بالضبط بعد هذا التصعيد الأخير سنبقى في دائرة العمليات الخاصة على يقين مع صعود بازاشكيان لن تجر المنطقة إلى الحرب المفتوحة سنبقى في دائرة العمليات الخاصة مع التسارع العمليات ماكو أكثر من هذا التصعيد سفير الإيراني بلبنان نصاب اليوم أبداً توجه إسرائيل واضح تليل الهدف للوصول إلى الليطاني الغاية من النهر الليطاني هو إيجاد مانع طبيعي وعائق طبيعي لتأمين ما يطلق عليه بالعمق استراتيجي الضامن لإسرائيل ليش؟ لأن إسرائيل ستصبح بوابة الشرق الأوسط لانطلاق الغاز باتجاه أوروبا كبديل عن خط الغاز الأوكراني وحتى يتحقق لها هذا الأمر يجب أن تبتلك عمق الاستراتيجيات جغرافية يعني على مستوى الأرض وما يؤسف إليه أنه كنا نأمل في منظمة غاز الشرق المتوسط أن تكون مصر الأطلال البحرية لما تمتلك من محطات غاز مسال حتى نزيل عبء المادي على مصر وتصبح مصر ذات دور فاعل لكن ما يؤسف إليه أنه الإدارة غير الحكيمة للأزمات في منطقة الشرق الأوسط جعلتنا نخسر جيوش المنطقة والآن نحن في حالة عزل وتطويق لقلب المعادلة وهي مصر جيشاً وشعباً ودولة وصلت خلي أنتقل لدكتور عياد وأبقى بهذا المحور تتفق مع كلام دكتور أحمد صاد عياد فيما يخص الذهاب إلى حرب مفتوحة رح تجبر إسرائيل إيران إلى أنه تكون هناك حرب مفتوحة لا سامح الله مستقبلاً من خلال كل هذا التصعيد منذ عمليات 7 أكتوبر الجميع كان يجزم بأن الصفحة الثانية بعد القضاء على حماس ستكون حزب الله هذا ليس لحاجة ضرورية لنتنيوها حتى الانتخابات واستبرار الحكومة كما يدعي البعض هذه خطط لهم أيضاً حتى الوصول حتى الوضع المخربط الآن الموجود بالعراق وساكتعنا الأمريكان هي حتى نوصل إلى مرحلة السيطرة الإسرائيلية وقبول الجميع بالتطبيع أنا أتوقع وقالوها كثيراً الجبهة الشمالية الآن بعد تدمير أكثر من 90 إلى 95% من حماس وغزة وإبعادها ستكون على الجبهة الشمالية لإسرائيل أي الضاحية الجنوبية وحزب الله حزب الله يتمانك عصاباً المحور مقاملاً يسمح بهذا المخطط أن يمضي نعم المحور ما راح يسمح بهذا المخطط المحور أيضاً هم يبتعدون عن الحرب بكل الأشكال 400 تقريباً و16 قيادي من حزب الله على مدار السنة تم قتلهم تدمير كثير من المقرات تدمير كثير من المخازن والاعتدى والصواريخ لكنهم يحتفظون بحق الرد ومن ثم يكتفون برمي هنا وهناك بأحسن الأحوال قتلت إسرائيلي ولم تجرح أحد هذا إيران وكل الأذرع الهب في المنطقة هم يتجنبون الآن توسيع دائرة القتال أو الحرب يعني تتفق بأنه لن يكون هناك حرب مفتوحة في قادم الأيام في قادم الأيام لا حتى منذكرنا وقلنا وقال أستاذ حيدار قال بأنه ما يكون ما ستصبح حربة جميع أعلم حزب الله قدم عرض يعني إثمانية كيلو يعود عن الحدود لكن إسرائيل رفضت قالت يجب أن يكونون خلف الليطاني كما ذكرنا هذا العمق الاستراتيجي والجغرافي إسرائيل تسعى له وأيضا ليس هذا قالوا بعد أن ينسحب نريد الجنش اللبناني لكن استهداف اليوم طال السفير الإيراني في لبنان وهذا استهداف بشكل أو بآخر للحكومة الإيرانية أستاذ علي أريد أذكر لك نقطة أنت ذكرتها مع أستاذ حيدار الهاتف الذي كان استعمله الرئيس هنية أي؟ هو هاتف ثرية محصن شركة ثرية شركة شويسرية نعم لكن بسيطرة أمريكية تعطي لكل دولة من الدول هواتف للرؤساء والمهمين فيها هواتف محصنة لا يمكن اختراقها بزيلا لكن إسرائيل نجحت في الاختراق ودمرت الجهاز وهذا باعتراف نجل هنية المدعو عبد السلام قال تم قصف فالدي على جهاز الهاتف الذي كان قريبا من رأسه حتى وصف عملية الاختيال كانت موجهة إلى الرأس والجزء الأعلى من الجسد دعنا نتقل أستاذ حيدر قبل أن ينتهي الوقت السفير الإيراني اليوم أصيب بهذا التفجير بالتالي إيران راح ترد؟ لا بالنهاية لن يكون هناك رد كما يتصور البعض رد عسكرية ورد مفتوح بطبيعة الحال لا يمكن أن نتكهن بالمواقف التي ننتظر أن تخرج سواء على مستوى حزب الله اللبناني وحتى على مستوى طهران يعني معلومة فقط صغيرة أنه الرقم الذي ذكره بخصوص استهداف يعني كبار القيادات في حزب الله غير دقيق لم يكن هؤلاء كبار القيادات من الشهداء أكثر من 416 أعتقد ذكر رقم دكتور أحمد لا أنا أقصد ليس كبار القيادات بل هم يعني جنود الأغلب العام هم يعني يعملون جنود مقاتلين نعم في حزب الله وليس قيادات باستثناء فؤاد شكر كان أهم قيادات الحزب الله اللبناني وبالتالي يتصور أن قواعد الاشتباك سوف تبقى مستمرة وأنا أتوقع بأنه سوف يكون هناك رد وهذا الرد قد يكون قريب جدا ولكن لا نتصور أن يكون هناك رد كبير كما يحاول البعض أن يصوره الاعتبارات كثيرة والاعتبارات معينة أن مسألة المسار السياسي ما زال مستمر ومفتوح وتعول عليه جميع الأطراف الدولية لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعها الآن يقع على عاتق إيران الدولة وليس الثورة وهكذا يتطلب الموقف في المنطقة بصورة عامة لا يوجد إيران دولة وإيران ثورة لا يوجد إيران ثورة هي إيران واحدة هذه الثورة والدولة لا أعرف هذا مصطلح هو مختلف هناك تبادل الأدوار ووحدة هدف إذا موجود الأدوار كل شيء أشكرك صاحب حيدر المسوي رئيس مركز القرار السياسي أعتذر من حضرتك الوقت تنتهى شكرا أيضا موصول الدكتور أحمد الشريف الخبير الأمني والاستراتيجي والشكرا أيضا للدكتور عياد الطوفان الخبير الأمني والعسكري شكرا لكم مشاهدين على الحسن المتابع نلتقي